هل ممكن في العيبة تكون ما كانتش موجودة مع ميستر كروش في التشكيلة الأخيرة يكون لها فايدة في المطش اللي جاي ويته يقدر يستفاد بي كابتر رمضان يعني أنا في رأيي رقم واحد أحمد عبدالقادر صح أحمد عبدالقادر يقدر هو يصنع الفرق وبعدين يعني يمكن نرى أشهر وطريق حمد والعيبة دين لا أنا أقول لك حاجة أنت النهاردة حمد فتحي قاين بيضور حتة الديفندر دي بشكل في كل مبارياته الحقيقة من أكتر اللعيبة اللي بيأمن لك من الصحات من أحسن اللعبة بصرة طبعا العيبة يعني متكامل الحقيقة فبالتالي لا أنت يعني مش محتاج طالب دلوقتي لكن أنت زي ما قلت لك المباراتين دول أنت محتاج تعمل إضافات هجومية أحمد عبدالقادر أنا كنت موجود في قناة الأهلي بعد المباراة الأولى والحقيقة الستيديو مدلوش حق كنت موجود في قناة الأهلي الليل مع إسلام وأيمن شاوي وقلت لهم يا جماعة أنتوا زي ما ديتوش أحمد بدأت لها حق العيبة عام المباراة هو نجم المباراة صحيح هتشوفه في ربع ساعة هو النجم تعال ربع ساعة هتشوفه في شوت هو نجم الشوت هتشوفه في المباراة من أولها زي ما شوفنا نبارا حاجة هيصنع لك فارق فده لازم نفكر فيه الحاجة التانية أنت بتتكلم برضو في نواحة الهجومية حسام الحاجة كان بتتكلم دلوقتي في حمدي والسلية والنيني معه برضك أنت عندك زيزو عنده لحاجتين بيعرف يعمل الواجب الدفاع وبيعرف يعمل الواجب الهجوم كان مينة كتن في دولة؟ يعني أنا هقولك أنا بس في حاجة يعني حمدي فتحي طبعا يعني فيش جدال بش هاي ضاية ما حادش هاي قدر يحرر يبقى أنت عندك السلية والنيني واحد يلعب وزيزو أخذ بالك عشان أنت يبقى عندك حتى أنت لو عملت السلية خلي بالك كمان هتبقى أنت عندك أنه واحد الهجومية معمولة بشكل كويس أوي والدفاعية في نفس الوقت طبعا لأن عندك السلية يا فاروق بيعرف يحط الحاجات البيينية بشكل كويس بيعرف يحط الحاجات الطويلة بشكل كويس أوي يعرف يوصل صلاح يعرف يوصل مصطفى يعرف يوصل محمد شريف ويبقى عندك حمدي وزيزو يعمل لك الحتة الجمية مع صلاح ومع انا في رأيي بقى في اضافة في المباراة دي محمد هاني محمد هاني التالت مباراة اللي عملهم عملهم بشكل كويس قوي قوي وجايب بقول وبعدين سبب الهدف الثاني اللي جبناه محمد هاني يوقف معها يوقف من ايه اصلا انت مش هتوقف من ايه بواحد انا هقولك بس حاجة انا هقولك حاجة انت انت فاكر انت هتوقف محمد هاني بعمر كمال مثلا هتوقف محمد هاني انت ممكن توقف محمد هاني تعرف بمين منيه هتوقف بمين بعمر كمال ولا uate Center احنا اتفأ انا مش اعίζين نعطل اللنتلاتة ديا هتعطلنا عالنوحي اللي جمية انا بتكلم لما انت معندك محمد هاني وعندك زيزو وعندك محمد صلاح المسلس ده هو اللي يقفل لك الجنب ده لكن انت مش هقول لك حاجة الوحيد اللي يقفل لك على ما ايه عارف مين امام عشور لكن احنا مش عاوزين ندافع يا جماعة انت امام عشور مش هيوصل يروح للتلت الهجومي وهو واحنا بالهاجم عاوزين احنا الباكين بتوعنا هقول لك حاجة احنا فيه اشياء ده كبيرة جدا بفتوح وامر كمال راحوا راحوا التلت الهجومي تحاول عاشوا مرات في الخمس ماتشوات ولل جدا ولل جدا ازاي يا جماعة ازاي فاحنا يعني لو لعبنا عشان احنا هنلعب نروح للمئة وعشرين دقيقة وهنلعب ضربات جزاء لا مش موجود بقى حاسم ضربات جزاء لو انت تعادلت اه ما فيش فيدي خالص كانت من حسام ضربات ترجيح انا اسمي كابتن كانت من حسام هل فكرة الخبرات في ماتشو زي ده بتبقى محتاجها اكتر طبعا ولا بتبقى محتاج يعني هل ممكن لو يبقى نتيجة الاختيارات في الفتر القادم او الماتشين اللي ممكن يكون فيه لعيب خبرة ممكن يكون انا قلت احمد فتحي مسلا ان يبقى موجود في ماتشو زي خبرات يكون حاطت رجله في الملعب وشغال مع الفرقة وزي انني انا اقول لك انني يلعب الماتشو اللي جاد لانه عنده خبرات وماشي كويس لكن احمد فتحي بعيدة كابتن خلاص عن المنتخب بقى له فترة وبعدين بردك يعني هو مقارب لعبدالله السعيد في حتة الاعتزال دوليا لكن انا رأيي الشخصي رأيي انا الشخصي عمر كمال هو اللي يلعب الماتش ده ليه الشكل الطبيعي يعني بتاعه الشكل الطبيعي لان عمر كمال كمان عنده شك الهجوم لانه اصلا مش بكريت هو اصلا بيلعب حتى في النهر المصر جناح فهو ده احنا عايزينه في الماتش بتاعه حتى استاذ القائرة يلعب نحية اليمين للجناح عشان يقدر يعمل افرات وهو تقريبا مطش مش عارف المغرب اللي عمله كويس جدا وعمل افرات كتيرة كان مميز فعمر كمال اميز من حتى امام عشور لان عنده الشكل الهجومي جامد وقوي وفي نفسه سريع حتة التغطية بقى وحتة ستاديومانية فممكن ده بقى معالجتها جوه الملعب بتاعنا كنحن يمين برسو السعر اه الاتنين بلاوي لكن برضك فتوح حتة انهو بيهاجم وبيعمل افرات فبتخفف الضغط عليه في النواحي المعاكسة المغيرة لكن انا بقول احنا مش عايزين نلعب بتلاتة فندرات عايزين نلعب باتنين حمد فتحي وهنا نغمد ده لازم يبقى موجود التاني يبقى النين عشان خبراته السلية مش لازم يبدأ لكن انا ممكن ابدأ بكمان احمد عبدالقادر بس بناء على اختياره وانضمامه ويندمك حتى لو ماتش ودي ولا حاجة مع الفرق عشان يبقى هو ده هقولك ليه كمان ده يبقى صانع اللعب يا كابتن هقولك بس ده يبقى صانع اللعب لان هنخفف الضغط عن محمد صلاح مش كل حاجة محمد صلاح لما يتلاقوا فيه لعيب تاني كورة في البولر بيشتغل هيفك الضغط شوى عن محمد صلاح